شو هو كورس التومر؟ شو يعني كورس التومر؟ كتير أحياناً بيكون بتركيا وبلاقيهم عم يحكوا أنه أنا بدي أخد كورس تومر هلا بدايةً هو كورس لغة تركية وهذا الشيء بسيط موعاً ما ولكن حابب أحكي لكم عن ميزات كورس التومر وطريقة دراسته بمركز الخوارزم الأكاديمي أو خارج مركز الخوارزم الأكاديمي وإذا كان بيقدر أدرسه أونلاين لو كنت بره بإستنبول هل هذا الشيء فعلاً فيه فعالية؟ ولا شو رح يفيدني بشكل أساسي كورس التومر؟ ويا ترى صحيح بوفر سنة من عمري في حد دراسته أثناء دراستي لليوس أو السات كل هالأسئلة والمعلومات رح تكون موجودة بالفيديو انتظرونا لآخره رح يكون معكم أنا الدكتور براء مرحباً كيفكم إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وسلامة واليوم حابب أحكي عن كورس التومر كورس التومر اللي هو باختصار كورس اللغة التركية كيف في عنا كورس توفل في عنا كورس تومر أيضاً طيب لشو بيفيدني بشكل أساسي هذا الكورس؟ وشو بيحتوي؟ هلأ بداية كورس التومر فيه إله مناهج متنوعة بتدرسه في عنا منهاج اسطنبول في عنا منهاج الهيتيت في عنا منهاج مثل منهاج يونس إمرا في كثير مناهج مختلفة بتدرس كورس التومر لأنه هو بالنهاية ما هو معنى بأنه أنا كورس التومر يعني عم أخذ كورس لغة تركية ما في كتاب اسمه تومر ومنه برح أدرس بشكل مباشر وكذلك الأمر بالنسبة للتوفل ولكن في شيء اسمه امتحان التومر اللي أنا بقدمه على أساسه باخد شهادة التومر لهالسبب في كتير مراكز أو كتير جامعات بتدرس مناهج على حسب ما هي بتحب ولكن بمركز الخوارزمين نحن شفنا بعد أكتر من 9 سنوات من تدريسنا للتومر شفنا ولاحظنا بأنه أنسب منهاج للطلب العرب عم بيكون منهاج اسطنبول أولا يعتبر متكامل من ناحية المعلومات إضافة أنه يعتبر سهل وقابل للتلقي وفيه كتير معلومات مواضيع قريبة من عالمنا العربي لهالسبب عم نعتمده بشكل أساسي والطلاب كتير ممنونين منه طيب منهاج التومر من شو بيتألف أيضا أو التومر بشكل عام بيتألف من 5 مستويات المستويات تتروح من A1 أو خلينا ألكن إياهم بالتركي الـ A-B-E-R الـ A-E-K الـ B-E-R والـ B-E-K والـ J-B-E-R بمعنى A1 A2 B1 B2 والـ C1 طبعا دائما بقسم A بيكون الطالب عم ياخد القواعد بشكل أساسي والقليل من الكلمات بـ B1 والـ B2 راح يكون عم ياخد الكلمات وطرق الكلام بشكل أكبر من هيك طبعا بالـ C1 راح يكون عم ياخد الأمور الاحترافية اللي موجودة باللغة من معاني مجازية وغيرها طبعا الطالب مو شرط يخلص المستويات الخمسة لحتى يقدم امتحان التومر وينجح في كثير طلاب تدرس الـ B2 أو الـ BK أو الـ B2 وعن طريقه بتقدم امتحان التومر وبتنجح ففي كثير خطأ شائع بينه أنا حصرا لازم وصل للـ JPE لحتى قدر أدم امتحان التومر ولكن الموضوع بيعتمد على أنت قديش متمكن من هالمستويات الأربع اللي خلصتن أو المستويات الخمسة اللي راح تكونوا مخلصن قبل ما تفوت على امتحان التومر اللي بها المناسبة كل جامعة عندها امتحان تومر خاص فيه يعني بتروح على جامعة اسطنبول جامعة اسطنبول عندها امتحان تومر خاص فيه جامعة أنقرة 가운데 امتحان تومر خاص فيه كل جامعة تقريبا عندها امتحان تومر خاص فيه و 90% من الجامعات بتعترف بامتحانات التومر اللي خاصة بكل جامعة يعني جامعة أنقرة بتعترف بإمتحان التومر الموجودة من اسطنبول فإذا أنا قدمت انتحان تومر إسطنبول فيني أدرس بجامعة أنقرة عن طريق شهادة تومر اللي أنا أخذها من جامعة إسطنبول بدون أي مشاكل طيب أنا انتحان التومر بالبداية جاوبنا على أحد الأسئلة بأنه فيني معناها عن طريقه إني أنا إذا قبلت بفرع باللغة التركية بالجامعة الحكومية أو الخاصة نفس الشي فيني أد برزلون الوثيقة وأبلش مباشرة بالفرع ما في داعي أستنى سنة أحضرية هذا الكلام صحيح 100% وهي من أحد أهم ميزات التومر وأكثر الأمور اللي بسبب الطلاب أساساً عم يدرسوا تومر أنه هنن أثناء دراستهم لليوس أو لسات بندرس تومر أيضاً ومنوفر على حالنا السنة لما رح نبدأ بالجامعة ما رح يقلوننا روح يجيب تومر ورجع طيب نقطة ها أيضاً هامة أنه تومر رح يفيدني بس هون لا في كتير من الأشخاص اللي بدأوا عملهم بالترجمة باللغة التركية بدأوا عن طراق الدراسة كورس تومر فقط درسوا كورس تومر وبعدين طوروا من حالهم أكتر وأكتر وعلى هالأساس بدأوا يوصلوا لمستوى باللغة كثير عالي وعلى أساسها بدأوا يشتغلوا بالعمل الترجمة طيب بس هيك كمان لا كثير من الناس اللي بيجوا على تركيا لحتى يشتغلوا ويأسسوا شغل ويأسسوا مراكز عمل بيأخذوا كورس تومر لأنه كورس تومر رح يمكنهم من أنه يعرفوا البلد أكتر يعرفوا يتناقشوا مع الزبائن أكتر يعرفوا يأسسوا شركتهم بالشكل الصحيح أو حتى إذا بدهم يلاقوا وظائف أغلب الوظائف بيقول لهم أنه لازم يكون معك لغة تركية عن طريق كورس تومر أيضاً هذا الموضوع بيكون موجود كثير من الناس اللي موجودين حتى بره تركيا بالخليج وغير الخليج من العرب بيقولونا بدنا ندرس تركي فقط بسبب المسلسلات كورس تومر أيضاً بيناسبكم بهالحالة ولكن ممكن كورس تومر بمأنه فيه خمسة مستويات ممكن ما تاخدوا المستويات الخمسة إذا أنتوا ما بتكون اللغة بشكل أكاديمي ولكن بتتعلموا لغة ولو بالمستويين الأولى الثنين الأوائل أو الثلاثة أو على حسب كل طالب ما بده نقطة أخرى أنه فيه كثير من الأمور اللي بتعملها البلدية بتكون البلدية من مصابقات وغيرة وجوائز وهالأصص بتكون أيضاً بتحتاج لكورس تومر طبعاً فيه نقطة أخيرة بدي أختم فيها حديثي أنه طيب أنا بعرف لغة تركية كثير مني هل واجب يكون معي شهادة تومر لما تفوت للجامعة؟ الجامعة بتقول لك إذا ما معك شهادة تومر فرح أعمل لك امتحان اسمه امتحان معافيات أو العربية امتحان إعفاء امتحان عبارة عن امتحان لغة تركية قريب من التومر الطالب بدخل على الامتحان وبيحل الأسئلة وبينجح فيه وبيبلش بالجامعة لهذا السبب كثير من الطلال تقول طيب أنا رح أدرس عنكم بمركز الخوارزمي تومر ولكن حاسس امتحان التومر رح يكون صعب علي فيني بدون امتحان تومر ما في مشكلة فيك بدون امتحان تومر تروح إلى الجامعة إذا قدرت تنجح بامتحان الإعفاء الخاص بالجامعة فأنت رح تكون معافي من أنك تجيب شهاد التومر أساسا طبعا منهاج التومر بمركزنا متاح أيضا أونلاين ومتاح حضوريا وكثير بشجع الطلبة أنه يدرسوا التومر في حال كان صعب عليهم حضوريا أونلاين لأنه منصتنا الخاصة منصة مركز الخوارزمي الأكاديمي درسنا فيه أكثر من 500 طالب كورس التومر على مدار السنوات اللي راحت وكلهم أخذوا شهادات التومر أو خلينا ما نقول كلهم خلينا نقول 80% منهم أخذوا شهادات التومر وبدأوا الجامعات عن طريق هذا الكورس وكانوا ملاقين استفادة كتير كبيرة لأنه الدرس عم يكون تفاعلي أونلاين والأساتزي عندنا كتير مميزين بسبب خبرتهم الطويلة والتعامل مع الأجانب طبعا بالمستويات الأولى لح يكون فيه أساتزي عرب وأتراك بنفس الوقت العرب هدفنا الأساسي منهم أنه يكونوا بوابة للدخول للغة التركية بدون ما يستصعبوا كتير بالبداية والأتراك لحتى ياخدوا اللفظ الصحيح أكيد وأيضا في عنا دورات دورية دورات تومر بكل شهر عم نفتتحها في حال كانتكون الرغبة بأن تسجلوا بهالدورات وتتواصلوا عن طريق الأرقام الظاهرة على الشاشة إياه أهلا وسهلا فيكن وانتظرونا بفيديو جديد سلام ترجمة نانسي قنقر